هل تشعر بالحقد تجاه أناس أكثر منك نجاحاً؟ أو تشعر بنوع من الفرح عند فشل الآخرين؟ أو أحياناً هل تتكلم بسوء عن إنسان ناجح؟ أو في بعض الأحيان قد تشعر بالعجز أو حب الانتقام من إنسان ذو نعمة؟ إذا كان فيك إحدى هذه الصفات فاعلم أنك مصاب بهذا الداء اليوم أحبتي في الله سنتأمل علامات تدل على أنك مصاب بداء الحسد وإليك العلاج حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة الحسد أسوأ داء يمكن أن تصاب به على الإطلاق أول جريمة ارتكبت في حق البشر هل تعلمون ما هي؟ الحسد ربما تعجب أخي الحبيب أول مخلوق من البشر هو سيدنا آدم عليه السلام عندما خلقه الله وكرمه جاء إبليس ليحسده على هذه النعمة مع العالم أن سيدنا آدم لم يؤذي إبليس ولم يتعرض له ولم يسبب له أي ضرر رفض السجود له حسداً واستكباراً فكانت عقوبة هذا الشيطان أنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله لذلك أخي الحبيب الحسد هو مفتاح الشر الأكبر يقودك للاستكبار لحب الانتقام يقودك للضغينة والحقد يقودك لكل أنواع الشر لذلك أحبة في الله اليوم سنتأمل علامات داء الحسد يعني إذا كان إنسان مصاب بداء الحسد وكثير منا يعاني للأسف من إحدى هذه العلامات على الأقل ولكن لا نشعر بها سنتأمل العلامة الأولى من علامات داء الحسد الشعور بالكراهية تجاه إنسان ناجح وهذا أمر طبيعي لأننا في تعريف الحسد نعلم أن الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن شخص ناجح من أساليب تمني زوال النعمة إحساسك بالكره تجاهه إنسان أعطاه الله منزل أو سيارة أو عمل مريح أو مبلغا من المال أو أعطاه شيئا من متاع الحياة الدنيا بعض الناس يكره هذا الشخص لأنه يمتلك شيئا لا يملكه هو فيشعر بالكره تجاهه وهذه الظاهرة موجودة في مجتمعاتنا أيها الأحبة وكل واحد مننا أحيانا يمر بهذه اللحظات لأن الحسد داء مثله مثل أي داء آخر من حكمة القرآن أن الله عز وجل ختم كتابه بسورتين فيهما استعاذة من شر الحاسد هاتان السورتان لم ينزل الله مثلهما لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام فيهما استعاذة من شر كل أنواع الشر وعلى رأس هؤلاء الحاسد يعني أنت أخي الحبيب أكيد كل واحد مننا محاط بالنعم على الأقل نعمة الصحة هذه النعم تجلب عليك الحسد حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك من يحسده ومن يتمنى له الشر ويتمنى زوال النعم عنه ويتمنى لو أنه يكفر ولكن الله عصمه ببركة القرآن العظيم وعلمه هذه السورة بخاصة سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد إذن أخي الحبيب إذا كان فيك هذه الصفة أنك تكره شخص فقط لأنه ناجح حاول أن تتخلص منها فورا العلامة الثانية التي أود أن أحدثكم عنها أيها الأحبة الشعور بالغيرة وحب الانتقام أيضا من إنسان أكثر نعمة منك يعني مثلا إنسان رزقه الله مزرعة فاخرة تجد أن بعض الناس يشعر بالغيرة منهم يقول في ذاته أو في نفسه لماذا أعطاه الله وحرمني ما الذي ميز هذا الشخص حتى يمتلك هذه المزرعة وأنا لا أملكها ويبدأ هنا عمل الشيطان الشيطان متى يبدأ؟ عندما تبدأ علامات الحسد في داخلك وهذه موجودة بكثرة في عالم النساء للأسف إلا ما رحم ربي لذلك هذا التحذير لكل أخت فاضلة أن تتخلص من داء الغيرة وبخاصة إذا كانت نعمة من نعم الدنيا يعني الشيء سيزول طيب ربما هذا المتاع الدنيوي فيه شر له ربما هذه السيارة أو هذا المنصب أو هذه المزرعة أو هذا البيت أو هذا المبلغ من المال ربما يكون سببا في كفر هذا الشخص أو بعده عن الله أو قصوة قلبه أو ارتكابه للفواحش الله تعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده ماذا؟ وانظر هنا كلمة لعباده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون يعني كلمة عباد فيهم أيضا المؤمن ولو بسط الله الرزق لعباده ماذا؟ لآمنوا لازدادوا إيمانا لا لأصبحوا أكثر تقوى لا لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض إذن عندما يضيق الله عليك الرزق اعلم أن هذا فيه مصلحة لك لذلك أخي الحبيب تخلص من شعور الغيرة وحب الانتقام من الآخرين وتمنى الخير لهم وإذا ما رأيت نعمة لدى شخص دائما قل الحمد لله الذي أكرمني بنعمة الإيمان أولا ونعمة التقوى ونعمة القناعة واطلب وادع الله أن يعطيك رزق الآخرة الله تعالى يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى اطلب الرزق الذي يبقى لا يزول رزق الآخرة ورزق ربك خير وأبقى العلامة الثالثة أخي الحبيب أرجو الانتباه لها التفكير بأشياء سيئة تجاه إنسان ناجح أو محاولة إفشاله وهذا الأمر سبحان الله داء منتشر اليوم تجد أن كل إنسان ناجح له أعداء هذه قاعدة سبحان الله معروفة في علم الاجتماع وعلم النفس وفي الواقع الذي نعيشه يعني حتى كل من يسمعني الآن أنت لابد أنك حققت نجاحات معينة في حياتك كم إنسان باد لك العداوة أو أخفى العداوة تجاهك لا يظهرها يكتمها فقط لأنك نجحت في شيء معين إذن إذا كنت أنت تتمنى فشل هذا الإنسان أو لديك حب لو أنك تنتقم أو أحد ينتقم منه هذه إحدى علامات داء الحسد ينبغي أن تتخلص منها فورا وأن تتذكر أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إذن الخير الذي أعده الله لك ستأخذه كاملا في الدنيا ولكن احرص على زيادة الخير في الآخرة ورزق ربك خير وأبقى تذكر هذه الآية دائما كلما دعتك نفسك لحسد أحد الناس قل احفظ هذه الكلمات ورزق ربك خير وأبقى العلامة الرابعة انخفاض الثقة بالنفس دائما أخي الحبيب عندما تنظر لشخص أعطي نعمة ما من نعم الدنيا الزائلة على أن هذه النعمة شيء عظيم تشعر بالنقص أمامه تشعر بالضعف أمامه فتقل ثقتك بنفسك وهذا داء خطير أيضا ينبغي أن تعتقد أخي الحبيب أن أنك غال عند الله أنك مكرم عند الله ولقد كرمنا بني آدم أنت مكرم حتى لو كنت أفقر الناس وأكثر الناس مرضا وأكثر الناس هوانا على الناس ما دمت تثق بالله وتؤمن بالله وتثق بكلام الله اعلم أنك أغنى الأغنياء بثقتك بالله فإذا الثقة بالنفس تستمدها من الله عز وجل أما إذا كنت تشعر بالضعف أمام الآخرين وقلة الثقة فهذه أحدى علامات الحسد التي ينبغي أن تتخلص منها وتتذكر هنا دعاء لسيدنا داود وسليمان عليهما السلام وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده فقط لأ من عباده المؤمنين ليقول لك فضلهما بنعمة الإيمان وليس بالمال لو قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من الناس أو من العباد لظنن بسبب الملك الذي كان عند داود وسليمان ولكن عندما قال من عباده المؤمنين حدد لك نوع التفضيل وهو تفضيل الإيمان أن الله عز وجل أعطاهما العلم والإيمان والحكمة والنبوة ففهمناها سليمان وكلا آتينا علما وحكما حكما وعلم إذن دائما تذكر أخي الحبيب أن أغنى الناس على الإطلاق هو أكثرهم إيمانا بالله عز وجل فحاول أن تقوي إيمانك بالله وستتخلص من عقدة الحسد بسهولة العلامة الخامسة الشعور بالضيق والتوتر والقلق أحيانا الحاسد أخي الحبيب يعني مثل نار تأكل يأكل بعضها بعضا نار تشتعل في الإنسان لأن نظرتك ستتحول من نعم الله عليك إلى نعم الله على الآخرين وهذه كارثة لن ترى أي نعمة من نعم الله حتى لو كنت تمتلك المليارات هناك أصحاب الملايين لديهم الملايين ولكن هو في سباق أرقام يسعى لينافس فلان وفلان وفلان ويحسد فلان ويسعى ليتغلب على فلان بحجم الثروة فيلهث وراء الدنيا حتى يلقى الموت ولا يجد أمامه إلا الله يفقد كل شيء لذلك الحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إذن أخي الحبيب هنا دائما هذا الإحساس حاول أن تتخلص منه طيب كيف أتخلص منه بقراءة القرآن والتعمق بقدرة الله ونعم الله لأن الله أمرنا هناك آية في القرآن كثير مننا لا يتذك ولا يعلم لماذا نزلت الله تعالى يقول وإن تعد نعمة الله لا تحصها إن الإنسان لن ظلوم كفار هذه الآية فيها إشارة ضمنية لضرورة أن تتذكر نعم الله عليك وضرورة أن تعد وتحصي لأنك لن تستطيع إحصاء حجم النعم التي أكرمك الله بها لذلك كلما جلست في أنت ونفسك ونفسك وبدأت تفكر حاول أن تستحضر نعمة الله عليك نعمة الإيمان نعمة الصحة نعمة الأولاد نعمة الأمان الذي تعيشه كل واحد مننا لديه نعم كثيرة نعمة السمع البصر الكلام نعمة أنك تستطيع أن تقف كلما تذكرت نعم الله أكثر عليك تضاءلت في عينك النعم التي حصل عليها الناس تشعر بالغنى وبالتالي لا داعي أن تحسد فلان أو تحقد على فلان أو تكره فلان أو تتمنى الشر لفلان لماذا؟ لأنك غني جدا وهذا الإحساس كان لدى النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان يثق ثقة مطلقة بالله لأنه كان يتذكر نعم الله كل يوم العلامة السادسة الشعور بالنقص ما يسميه علماء النفس عقدة النقص أين تأتي هذه العقدة؟ عندما تعتقد أنك صغير أو قليل وغيرك كبير تشعر بضآلة حجمك أمامه والمقاييس هنا مقاييس مادية لذلك هنا القرآن نبهنا أن المقاييس عند الله ليست مادية لم يقل إن أكرمكم عند الله أغناكم ولا أكثركم جمعا ولم يقل إن أكرمكم عند الله أكثركم مالا أو ولدا أو شهرا لا 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 أبدا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا هو المقياس الذي يجب أن تقيس الناس به أخي الحبيب يعني أنا مثلا شخصيا أنظر إلى إنسان ليس حجم المال أو الشهرة أو المنصب أو السلطة التي يملكها أو حجم ثروته لا 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 أبدا أنظر إلى الإنسان الأكثر تقوى الأكثر علما بالله الأكثر حفظا لكتاب الله الأكثر حبا لله ورسولي هذا هو الذي أنا أحرص عليه وأتمسك به بل وأتمنى أن أكون مثله النبي قال من أمور دنيوية لا تعنيني في شيء لأن رزقي لن يزداد يعني هناك قاعدة نغفل عنها أنك إذا جلست أمام شخص وحسدته ليلة نهارا لن يزداد رزقك ولا ذرة لأن الرزق الرزق محدد وفي السماء رزقكم وما تعدون العلامة السابعة والأخيرة أن تشعر بالسرور عند فشل الآخرين وهذا دا صدقوني موجود موجود بيننا بعض الناس إذا أصاب جاره شر يفرح إذا أصابه مرض يشعر بالارتياح والسعادة وهذه مشكلة كبرى أخي الحبيب لأن المرض بيد الله والشفاء بيد الله ولابد أنك ستمرض يوما أو ستخسر يوما أو ستصاب بمصيبة يوما فلذلك إياك أن تفرح بمصائب الآخرين بل حاول أن تشعر بهم أن تواسيهم أن تتمنى الخير لهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم انظر يعني بدأ بخطاب قوي جدا مرعب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والأخ هنا ليس الشقيق الأخ في الإنسانية والأخ في الإيمان والأخ في الوطن يعني كأن النبي يريد أن يقول لك يجب أن تتمنى الخير لكل الناس وقولوا للناس حسنا النبي هل بعث رحمة للمؤمنين لا وما أرسلناك إلا رحمة لمن للعالمين حتى الملحد نبينا رحم له صلى الله عليه وسلم أنا الملحد أحب له الخير أتمنى أن ينقذ نفسه من النار أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة إذن أحبتي في الله هذه الصفات السبعة أنا وجدتها في عدد لا بأس به من الناس وهي الصفات يعززها الشيطان ويقويها وينميها لدى بعض الناس فإذا كان فيك علامة أو أكثر تخلص منها على الفور بأن تعلم أولا أنه لا يضر ولا ينفع إلى الله وأن رزقك لن يزداد أبدا وأن الله يعطيك أكثر إذا أحببت الخير أكثر للآخرين وأن الله عز وجل يعطيك ثمن الإحساس الذي تشعره للآخرين يعني أنت عندما تتمنى الشارع للآخرين أنت ستحاسب على هذا الإحساس إحساس سلبي هذا خاطئ ولكن عندما تتمنى الخير للآخرين أنت طبقت حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وبالتالي تكون في هذه الحالة ممن يحشرون مع النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثمرات ومن ثمرات التخلص من الحسد أن تتخلص من الحقد والضغينة وحب الانتقام والكراهية وعقدة النقص والضيق كل هذه ستتخلص منها فورا بمجرد أن تخلصت من عقدة الحسد نسأل الله عز وجل أن يقينا شر الشيطان هو الحاسد الأول حقيقة وشر بني آدم للأسف اليوم بني آدم أخطر من الشيطان على البشر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق